هذا من ذوق بولاند؟ انت شو عم تعمل هون؟ عم ببني علاقات متلكون انتو الناس الطبيعيين شو ما بيطلع لي يعني؟ لا ابدا مو هيك بالعكس كتير مبسوطت لك بس انتو رفقات ولا شو؟ وليش هالسؤال؟ ولا شي بس استغربت شو الغريب بقى؟ يعني لانو انتو اتنين مو من نفس المستوى ما بدي ياك تفهمني غلط بس الواحد بيحاول يعمل صداقات مع ناس من نفس طبقته مشان ما يصير في استغلال عم تفهم علي صح؟ استغلال شو هك؟ يعني شفنا امثلة كتير بحياتنا جماعة الطبقة الفقيرة مشان يحسنوا حياتهم بيتصرفوا مثل الصيادين وانتي شو عم تحاولي تصيدي ايجا؟ عم تحاولي تفرغي عقدة الطفلة الصغيرة اللي بيعمروا ابوها محبة بينك تروحي من شاب لشاب غيره وبكل مرة تضغطي على اخي وتلعبي بمشاعره؟ بولانت الله يسامحك انا بس عم حاول نبهك وواعيك عالموضوع يعني مشان ما تصير ضحية لطمع حدا بالمصاري وما تفكر هاي البنت عم تطلع معك مشان شي غير هيك وبلا ما تنصدم ويخيب املك بعدين تعرفي شو؟ انتي اكتر واحدة مريضة الله يسامحك انا مريضة؟ تمام معناه تسألة لرفيقتك لو ما كان معك مصاري كانت رح تجي معك لهون يا تر اسألة قصدك مستحيل تقبل تكون رفيقتي وانا بيوضعي هاد مهين؟ لا حبيبي بولانت بقصد انتي وهالبنت مستحيل تزبطوا مع بعضك خلصنا بيكفي بقى وحاجة تخبيص وحكي سخيفة يلا ما بدي ياك تضايق ابنه انا بس عم حاول حذرك لاني بعرف هاي النمازج كتير منيح هلا ايجا انتي بتحاولي تحكي باكابرية وزوق بس معهم تزبط معك ابنه تمام الظاهر ما قدر تعبر ووصل لك الفكرة منحكي بس ارجع شوفك والله ما اثرت سمعت الجوابية اللي بتستاهله عن جد مو معقولة قديشة معقدة لاقوا بتفكر الكلمتله كلامه مانو منطقي ابدا هلا انتي اسماء المصاري مهمة عندك؟ مهمة طبعا يعني كيف؟ يعني بقصد وضع الشب المادي بيهمك؟ قيم بلا والشي طبيعي اني فكر بها الطريقة لاني بعرف كتير منيح شو بياني الفقر يعني عن جد انتي ما كنتي طلعتي معي لو ما كان معي مصاري؟ هلا اكيد ما بحب اطلع وفوت مع شخص فقير وعيش حياتي عيسة واتعود عالقلة وما بظن في بنت بتحب تعيش مع شب هيك عيشة مو هي؟ ة ة ه ه ه ة ه ه اشتركوا في القناة